اشتركوا في القناة جريدة ركزت على فوز اكيد منتخب الاسباني على المنتخب الاسترالي 1-0 وكتبت هدف من اجل الحلم طبعا الحلم دي خطوة طبعا حلم اي منتخب الوصول للميدالية الزهبية ويكون بطل الالومبياد في اسبانيا لسه تحديدا جريدة السبورت الاسبانية اللي ركزت على الالعاب الالومبية في طقل 2020 وكتبت عن فوز منتخب اسبانيا على استراليا في كرة القدم وزيل الزبال طبعا يمنح الصدارة لاسبانيا طبعا اشارة لها هدف الفوز لمنتخب اسبانيا على المنتخب الاسترالي في صحيفة اس الاسبانية ركزت كمان الصحيفة على فوز المنتخب الالومبي الاسباني في استراليا في طقل 2020 وكتبت اسبانيا لها رأس اشارة طبعا من الصحيفة على تصدر او طبعا المنتخب الاسبانية تصدر هذه المجموعة المجموعة التانية في منافسات كرة القدم ركزت صحيفة طبعا الأرجنتينية أولي على فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المصري وكتبت منتخب الأرجنتين يفوز على مصر بصعوبة 1-0 يعني هما قالوا أن المباراة كانت صعبة وكان فوز صعب لمنتخب الأرجنتين على منتخبنا الأولمبي من الأرجنتين نروح للصحف السعودية تحديدا جريدة أرياضية التي طبعا أجرت عدد من اللقاءات مع المدربين الوطنيين للوقوف على أسباب هزيمة المنتخب السعودي في المبارايتين ويمكن وقالة الدفاع ضيع السقور في منافسات كورت القدم بأولمبياد توكيو بعد طبعا حضراتكم عارفين تلقى المنتخب السعودي حتى الآن هزمتين أمام منتخب كودفور والمنتخب الألماني ليفقد طبعا حزوزه في السعود إلى ربع النهائي طبعا طبعا يعني الصحف كلها بتركز على توكيو 2020 وخاصة يعني فيه ألعاب كتيرة جدا جدا طبعا لكن دايما كورت القدم هي الجاذب الأكثر والأكثر شعبية في العالم